على طارية شاعرنا الكبير رحمة الله عليه محمد الثبيتي نعم كان هو المفروض اللي يقدم ديوانك نعم وبعدين مدري هو ألغى أو أنت الغيت لسبب يمكن في موقف مكان دقيق أو أنك سمعت أنه أسائلك في مكان ما فرفضت وبعدين كتب المقدمة الأمير بدر عبد الحسن ثم محمد الثبيتي بعد ذلك قال أنه هو اعتذر عن وش اللي صار بالضبط والله أنا ترى وبقولها بصدق ولا إن شاء الله راح تجنى على محمد الثبيتي الله يرحمه في قبره محمد الثبيتي من أعظم شعراء الوطن العربي وشعراء العربية محمد الثبيتي انتقل رحمة الله وهو ما أخذ حقه اللي يستحقه كرم بعد ما مات بجوائز باسمه وبأشياء سميت باسمه كان مفروض يلمس تكريمة في حياته لكن هذا عيب كبير عندنا في الخليج بشكل عام دائماً حنا نكرم الأموات ونبدح الأموات محمد الثبيتي جيت هنا أتذكر أنا ومحمد انفيع الله يرحمه وكان برغبة مني إنه يكتب لي مقدمة ديواني محمد الثبيتي له قصائد تفعيله ضمن فيها شعر نبطي كثير وقريب منه وأعرف هناك شخص وأتذكر جيناه في مكة وقال أبرك الساعات وأبشر يا نايف بعده بيومين ثلاثة وأعتقد أنه يمكن طلع منه هذا الكلام لكن ما طلع بهذه الطريقة اللي كان فيها يسعى لي ما نشيت في جريدة عكاظ وكان عن طريق صحفي إذا تبيني أذكر اسمه ذكرت أنا ما عندي مشكلة ما في مشكلة هاشم الجحدلي لن ولم ولن أكتب مقدمة ديواني هو كان يعني ممكن بدون لن ولم بس يقول هالكلام ويوصل الناس لكن كان المنشية حاد نوعا ما وتقدر تلمس منه إساء لي خصوصا أنه كان في ضجة على هالديوان اللي بيصدروا الكلام هذا محمد في بيتي بنبل منه من بكرة عند عبد الرحمن بحير في جريدة الرياضية الله يذكر كل اللي ذكرتهم بالخير تكلم عني كلام طيب مرة وقال أنا ما قلت هذا الكلام بهذه الصيغة وانتهى الموضوع لحظتها كتب ديواني بدر عبد المحسن والله في شيء ترى حصل ديك الأيام وصار في الصور وأنه هذا كان ربدا على هذا ودخله محمد الثبيتي مع الطيب صالح رحمة الله عليه الروائي المعروف التقاني في الجنادرية وكتب عني صفحة كاملة في عموده اللي كان يصدر في مجلة المجلة كان يرأسها عبد الرحمن راشد في ذيك الفترة وكانت من المجلات المقروعة المتعلقة طبعا طبعا فالصحافة تناولت أنت يا محمد ترفض والطيب صالح السوداني الرواية السوداني يكتب ويشيت وبدر عبد المحسن حتى بدر عبد المحسن في فترة من فترات دخله لأن أنا قلت بيكتبها بدر هو قال لي أوكي وافق لي على أني راح يكتب ودخله وصورة بين هذولي وراح يكتب وما راح يكتب وصارت كلام طويل عريض كان اختصارا أنه محمد في بيتي ما قال هذا الكلام بهذا الصين وكان مفيد هذا الضضال الديوان نعم أحيانا أنت تصيبك نرجسية أو غرور نعم نعم نعم